أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن وزارة الدفاع البنتاجون تحقق في تسريب وثائق تتعلق بإسرائيل وإيران وأعرب كيربي عن قلقه إزاء عملية اختراق لمعلومات سرية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران مشيرا إلى أن واشنطن لا تعلم ما إذا كانت الوثائق تم تسريبها من قبل أشخاص أو باختراق إلكتروني وأكد أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرض مستندات إضافية للخطر وأن واشنطن على اتصال مع الإسرائيليين بشأن هذا التسريب